اهلا بكم احبائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة النهاردة هنكمل مع بعض الرد على بعض اسئلتكم والتعليق على بعض الاحداث الهامة في الايام الاخيرة الحقيقة يعني ما بقدرش عدي احداث مهمة كده ان احنا نحط عليها بعض علامات الاستفهام او التوضيحات فدخلت ده مع بعض الاسئلة اللي كنا محتاجين نكملها من الاسبوع اللي فات حلقة النهاردة طبعا العنوانها بسيط زي ما انتم شايفين اسئلة المشاهدين الجزء التاني في حلقة النهاردة هنتكلم عن عدة نقاش هنناقش ما وراء تعليقات الدكتور احمد كريمة في موضوع التعدد ايه اللي وراء التعليقات دي ومؤثرها ازاي على الخلاف اللي احنا شايفينه النهاردة في صفوف الازاهرة ومن خلال ده هنلقي نظرة لمحة على جزء من حياة المرأة في الاسلام وبعد كده هنتكلم على موضوع اليهود ومحمد واليهود في الاسلام عموما يعني فكرة بسيطة كده والخلاف بين الاصول الاسلامية وحياتكم انتم واختياراتكم انتم اليومية بعد كده هكون عندنا نقطة هامة من الكتاب المقدس يعني معضلة قصة المرأة الكنعانية في الكتاب المقدس كثير منكم بيكتبوا يقولوا لنا شوفوا بقى والمسيح قال للست الكنعانية انه يعني ليس حسنا ان يلقى يأخذ خبز البنين ويلقى للكلاب والكلام ده كله وهل المسيح كان بيدعو هذه المرأة كلب ولا ايه القصة هنبحث القصة مع بعض والناقشة خليني ابتدي الاول بالفيديو اللي جاي ده لو فضل لنا وقت حدخل في موضوع الاسلام والارهاب والجهاد والكلام ده برضو كلها افكار بسيطة وعمة احنا لازم يعني انا هدفي من الحلقات دي والرد على الاسئلة انه يمكن لما ارد على سؤال انتو بعتينه بصورة مختلفة تديلك فكرة او تديلك فرصة انك تسأل ربنا او تبحث بطريقة تانية او تنظر الى الامور اللي بتهاجموا بيها او الامور اللي بتحيركم بصورة مختلفة شوية اوكي فخلينا نشوف الفيديو الاولاني ونبتدي مع قصة الدكتور كريمة وموضوع التعدد ايه اللي حصل من كام يوم الدكتور كريمة اتكلم عن موضوع التعدد وهل التعدد اصله ولا الزوجة الوحدة اصله وكان بيقول انه يجب على المرأة المسلمة انها تساعد جزها في الزواج من تانية وكان عنده الاحتياج ده خلينا نشوف لمحات من اللي قاله الدكتور كريمة شوفوا الفيديو الاول اتفضلوا فواحد يسأل لو انه اقام عدة سنوات ببعثة تعليمية او دبلوماسية او لأكل عيش الى اخره وكان يعاني عدم المال الاستخدام الزوجة او كان فيه تعقيدات في الفيزات او التأشيرات فماذا يصنع وكان يطوخ الى زوجة فانا قلت له ان يتزوج باخرى واناشد الزوجة الاولى ان تساعد زوجها في الحلال من باب الاعانة على الطاعات والقربات فانزب ببعض الناس يحرفون الكلم عن مواضعه وابتدت بعض المؤسسات النسائية انا لا اسميها بيقولوا يعني ان دي دعوة للتعدد ومش دعوة تمال والتعدد ما هو ذكر في القرآن على انه مباح اه ويبغت من وفق راسين في الحلال ما يجرش حاجة ان الزوجة برضو توفق راسين في الحلال وتجوز جزه يعني هعيد عليكم بعض الكلمات اللي قالها المرعبة انسانيا حقيقي يعني يقولك واحد بيسأله انا مسافر واعمل ايه لاني اتوق الى زوجة بس هو قالك ايه يمكن يعاني من عدم المال في انه يجيب مراته او مش عارف يجيب مراته علشان تبقى معاه في الغربة وكان يتوق الى زوجة كده يعني بلا تعريف يعني ايه اي زوجة بقى دي اسمها يتوق الى زوجة ولا يتوق الى شيء اخر في حاجة تانية هو بيفكر فيها مش الانسانة ويتوق الى زوجة دي يعني رفعت كده انسانية هذه الانسانة الى شيء سيستخدمه هذا الرجل لبعض الوقت ويرجع بقى لمراته ولا يخليها ولا ما يخليهاش هو يعني انت زوجة الايجار مش عارف اقول ايه وبعدين بمنتهى الجراءة وعدم الانسانية يعني سمحني يناشد الزوجة نفسها طبعا الكلام ده مش كلام عام لانك بتتكلم عن الناس وهما بيسمعوك حيقوموا ينفذوا الكلام ده والزوجة تبقى حاسة ان انا طب وانا على زنب بقى من ربنا لو ما ساعدتوش ولو ما كلام ده كل يقولك انا اناشد الزوجة انها تساعد زوجها على انه يتزوج بمساعدتها وتساعده على الحلال طب هو مش برضو يعني نقاء القلب وسيطارة الانسان على غرائزه من ضمن المواهب اللي ربنا بديها لنا ولا دي مش موهبة موجودة عند الرجال المسلمين ما يكون عندهم شيخ زي عبدالله رشدي وزي الراجل ده كده هو يعني انت راجل انا شايف انك راجل صادق انت بتقول اللي تعلمته ولكنك يعني ما عندكش او الناس اللي بتتكلم بالطريقة دي ما عندهمش تواصل مع حقيقة الواقع على الارض ومعاناة الناس انسانيا وماديا واجتماعيا وموضوع تعدد الزوجات ازاي ده بيأثر على الست نفسيا وبأثر على الراجل برضو لانه بيعلمه انه امراته شيء يعني انا مش قادرة افهم يعني قد ايه الانسان بينزل ليه مستوى في منتهى الوضاعة من خلال تفكير بهذا الشكل ده مش تفكير الدكتور كريمة ده تفكير الاسلام ده الشرع ده الشرع هل راجل قالك ده الشرع الست تقوم تساعد جزها عشان يتجوز طب ايه الرابط اللي بينه يعني يعني طب انت غريستك الجنسية اهم من مشاعري الانسانية سؤال الرابط اللي بيني وبينك حدوده انا اديتك الموضوع الجنس ده ولا لأ هو ده الحدود دي الاهمية هنجد انه في اصول التعليم الاسلامي يعني دي الحاجة الاولى اللي تربط بين الرجل وامراته عقد الجواز ان لم يكن فيه العلاقة الزوجية والجماع بشكل واضح يبقى باطل العقد من اصوله انه يحصل الجماع اسمه ايه عقد نكاح ما كناش بنقولها زي ما اندلوقتي بقت عادي بقى عادي يعني ده اللفظ الاسلامي هنعملي نزلت المرأة من انسان كامل عاقل لها حق لها عندها مسئوليات يعني الى شيء يستخدم ومش بس كده لا تزلها كمان فتساعد جوزها على انه يعيش في الحلال طب ما تربي نفسك يا اخي وتعيش فيه وتعيش بطريقة حلال داخلك يعني المفهوم غريب جدا وبعدين بعد كده يروح يقولك ايه طب اصلي كمان الستات بيعتاردوا بتحقق الانسان ومجلس المرأة وكلام ده هقرلكم بعد شوية هو قال ايه على الدكتورة مايا مرسي قالته بتاعت المجلس القومي للمرأة يقولك قصة الستات مصر عايزين يبقوا هوانم طب انت عايزهم يبقوا ايه عبيد جواري سراري يعني عايز ايه طيب غريبة جدا ومصر انه ده من اصول الشرع عنده حق ده من اصول الشرع الاسلام الناس اللي بتعتارد بقى خلينا نسمع من الدكتورة امنة نصير ردت عليه هي ردت عليه في مقال وردت عليه على التلفزيون في المقطع اللي حنشوفه ده ونشوف الستة دي بتقول ايه عن ايه اللي هيحصل لما بتقوله انه يعني المفروض ان احنا نساعد ننظر الى المشاكل النتجة عن التعدد في البيوت المسلمين وعلى الارض الواقع في مصر حتى بس يعني لو بسطل مصر بس هتلاقي انه فيه مصايب فما تساعدهمش على الخراب يعني اذا كان الراجل قاعد بره مسافر عشان يدرس او يشتغل او كده طب الستة بتعمل ايه ما هي قاعدة مستنياة بتربي العيال بتكبر العيال ده فيه ناس بتقعد تشتغل عشرين سنة بره والام هي اللي بتربي وتكبر وتدخل مدارس وتشتغل برده مش ده اغتيارك شكل العلاقة الزوجية في الاسلام ايه خلينا نشوف الفيديو اللي جاي كيف ترين هذه الاية هل هي تقول الاصل التعدد ولا الاصل الواحدة تفضلي لا الاصل الواحد على ما بنيت هذا التفسير او هذا المعتقد لان هو ده ابو الاستقرار في البيوت التي من اجلها تمنى مولانا نعم كيف ترين هل الاصل الواحدة ام التعدد تفضل شوف الواحدة والاثناثين والثلاث والاربع سواء في مشروعية الزواج فلا استطيع ان اكترع على الشرع سواء في القرآن الكريم او السنة النبوية واقول لك ان الاصل واحدة وان اثنين وثلاثة واربعة احكام تبعية حد شألكت قالك وحد شألكت بصوا يعني الاية طبعا اللي بيتكلم عنها هي انه انك تتجوز مسنة وثلاثة وربعة وانخفتم قال لا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا فهو راح قال لها ايه لا ما تقول ليش تنتعدل لا دي حاجة ودي حاجة فانت عليك انك تعدل في المصاريف لكن ما تقدرش تعدل في مشاعرك لكن ده برضو ما يغيرش صعوبة الامر على الحياة كأسرة ده ما بيقولش انه يعني المتكلم في هذه الاية بيقولك انك عندك حالة فشل ممكن تاخد اهو اثنين ثلاثة اربعة وبردو مش هتقدر مش هتعدل فلما تيجي الناس تظبط الاية وتحاول يعني تغير شكل الاية لانها حاجة كويسة وربنا بيقولك لانتعدلوا فالاصل واحدة فييجي بقى اللي فاهم الشرع علشان شاف بقى حياة محمد واباحة الحقوق بلا يعني ضوابط للرجال يقولك لا يعني ما تنزليش حاجة من حقي فالراجل يتجوز اتنين يتجوز ثلاثة يتجوز اربعة ما تقوليش الاصل واحدة قامنا نصير بتتكلم عن استقرار الاسرة عشان الاصل في الزواج العلاقة الانسانية دي بتبني اسرة لازم هذه الاسرة تبقى مستقرة عشان هتربي ولاد وحتبني مجتمع وهتكون مؤسرة بناءة لا بس احنا ما عندناش كده في الاسلام المسألة مش انك بتبني اسرة المسألة انك بتعيش الملازات اليومية علشان تشبع غرائز غرائز وعايش حياة بلا هدف الا اشباع كبرياء الرجال بصراحة يعني ما هو المسأل عندنا في محمد لكن محمد نفسه لم تستقر حياته مع كل الزوجات والسراري والجواري والكلام ده كله كل النساء اللي كانوا في حياته محمد قضى حياته كلها يعاشر النساء ايه احب حاجة ليه الطيب والنساء والصلاة تيجي بعد كده ده اذا كانت جات يعني فاصبح هو المثل لانه حياة الرجل المسلم تكون مركزة في اشباع هذه الغرائز لان اله قال له انت بتقدرش تسيطر على هذه الغرائز فالرجل اللي بقاش يشغل مخه ولا ينظف قلبه وبقى حق مكتسب فان كان حق مكتسب للرسول فقوى حق مكتسب للرجال وما نقدرش ناخد حاجة من حق الرجال قال لك واحدة واثنين وثلاثة اه ده الحق لكن الاصل التعدد محدش قال كده محدش قال انه الاصل واحد وبعدين بقى خليني اقول له يعني اتكلم على احتقاره للمجلس القومي للمرأة مش مش بس احتقاره للمجلس القومي للمرأة الحقيقة انه في الحلقات اللي جاية ارجع اعيد الكلام في موضوع قوانين الاسرة اللي لسه محدش عارف يقفل لها باب دي في مصر ولا في الدول العربية يعني حتى لسه في مشاكل كتيرة في العراق مشاكل في القوانين مشاكل في السعودية لسه بيحاولوا بناء القوانين وكده لكن مصر احنا دلوقتي يعني في صراع دائم بين الشرع واللي القانون عايز يعمله لإصلاح حال الاسرة المصرية الشرع يقف امام ده مين المثل بقى الشيوخ اللي زي الشيخ كريمة ده اللي وقفين يتحدوا اي تغيير يحصل في حياة المرأة المصرية احتقار لمكانة المرأة احتقار لما يعني يقوم بالمجلس القومي للمرأة من من مساندات للمرأة المصرية لمحاولة رفع مستوى التفاعل في المجتمع في حياة المرأة المصرية الوقوف مع ستات بتضطهد المساعدة في تغيير القوانين لا ده مش عاجب يقول لك السنتو عايزين تبقوا هوانم لا ايه الستة عايز تاخد حقوقها فردت عليه الاستاذة مايا مرسي وطبعا مش عاجبه ف بتقول له وجهت له رسالة كده بتقول كده المادة 214 من الدستور تلزم اي قانون له علاقة بالمرأة من بعيد او قريب ان يعرض على المجلس القومي للمرأة فهذا هو الدستور الدكتور كريمة وغيره ما بيعترفش بالقانون هو عايز ياخد القوانين اللي تصدر في قوانين الاسرة تصدر من الازهر يعني خبط لازق كده فاي مجلس يعتني بامور المرأة هو لا يعترف بيه وبعين بتقول له المجلس القومي للمرأة وصفته بانه مجلس هوانم في حوارك اليوم باستنكار وكأنها يعني مسبة على فكرة سيدات مصر كلهم هوانم إيه اللي مزعل حضرتك أنا بسأل بردو إيه اللي يزعلك إن الستات يكونوا محترمين وبيطلبوا بمكانتهم مش هوانم قاعدين هوانم صالونات لأ لإن المرأة بقى لها صوت فأنت لا تستطيع إنك تحتمل ده لإنه بيخالف الواقع اللي إنت عايشه اللي هو الشرع واللي بيقوله مقالة الله ومقالة الرسول مش ماشي مشروع فاشل ليه أنا قلتلكم إنه فيه صراع بقى بين الأزاهرة والخلط واللخبطة بين الأزاهرة لإنه الدكتور كريمة اللي هو يعني خريج هذا الصرح واللي على طول الناس تقوله أنت معتدل وإحنا بنسألك ومش عارف إيه خالف مين لما يقولك مش الأصل زوجة واحدة شوف الصلاة اللي جاي خالف شيخ الأزهر نفسه اللي قالك الأصل الزوجة الواحدة ناو أنا يعني عشان عشان دي جريدة صوت الأزهر والكلام ده رد على الحوار بتاع أحمد كريمة وأنا يعني بس حطتها لكم كده عشان تشوفوا الشيخ الأزهر نفسه قال الأصل زوجة واحدة مش التعدد لو هكون أمينة في النظر إلى التشريع وفي النظر إلى القوانين الإسلامية هلاقي إن الشيخ كريمة هو اللي بيقول الحق ده الشرع بتاعه ده القانون بتاعه وشيخ الأزهر بيحاول تطوير وغسل كده يعني تبييد وجه الشرع الإسلامي كويس غير كويس غير لأنه الإسلام محتاج تغير والمجتمع العربي والإسلامي محتاج تغير غير حتى في موضوع الكد والسعاية في موضوع الكد والسعاية الدكتور كريمة قال لك هو اللي قاعد بيتكلم لي على موضوع الكد والسعاية ده شيخ الأزهر اللي انت تحته هو اللي تكلم في موضوع الكد والسعاية وعملنا عليه حلقة وحق المرأة في إنها يكون لها نصيب من مرس زوجها والكلام ده كل لكن اللي بيقول لك اللي بيتحك عليك ويقول لك إنه فيه سعة في الشرع ومش عارف إيه هذه السعة في الشرع تاخد شكل في المجتمع لما يمسكها واحد يبقى عايز ينظف الشكل كده علشان خطر المنظومة السياسية اللي حواليه مش قبل التصريفات الإسلامية المعهودة لكن أول ما المنظومة السياسية تتغير والمجتمع يتغير هيرجع لمين هيرجع لكلام الشيخ كريم ويرجع للأصول الإسلامية بس فيعني إيه بتهيق لي شيوخ الأظهر محتاجين يرسلهم على قارة كده يعني وخاصة فيما يخص المرأة هذا التنمر الغير عادي على المرأة المسلمة اللي انتو كل شوية اللي يطلع يقول لك أصلها أمي واختي ومراتي وبنتي ومش عارف إيه شبعنا كلام لكن الواقع مؤسف ومرير لأنك مضطر أنك تلتزم بهذا الشرع ولما يجي واحد يبيض الوش ما بيقعدش كثير لأنه ما يقدرش يغير الأصل ولا سوابة الدين خلينا نشوف بقى دي التويتر اللي جاية دي من ضمن الاستهزاء برضو بالمرأة بس أنا حطتها علشان خاطر أنا كنت متابعة القضية بتاعت الممثل جاني داب وطلقته الأستاذ عبدالله روشدي الغالبا هو ما بيكلمش إنجليزي يعني غالبا يعني لو حتى حضر المحاكمة ما هوش هيفهم تلتة ربعها ولا يستطيع أنه يفهم سعة القوانين الموجودة في صالح الإنسان مش المرأة ولا الرجل الإنسان في المجتمع الغربي هو لا يستطيع أنه يفهم سعة هذا الأمر لكن يعني ما يصدق أي حاجة تيجي ناحية إنه يقول إنه واجهين دماغنا بالستات على طول ليه فيقولك إيه التويتر اللي عملها قبل الفوق دي أمبر أمل حربي بيقول إحنا استفدنا من قصة جاني داب وأمبر إن إحنا ما نصدقش الحملات اللي بترواجها بعض الفيمينستات فبدون دليل بدعوة إنها بتدافع عن الضحية أو الصادقة أو المظلومة واستفدنا إن الرجل كمان ممكن يبقى مظلوم هدف التويتر يعني أوكي لأ هدف التويتر الضرب في أي واحدة بتدافع عن حقها كست عموما يعني مش معنى إنه حصلت قضية زي كده وفيه رجل فعلا هو اللي كان مظلوم في الأمر لا فيه رجالة كثير مظلومين مع ستات ما يعرفوش ربنا بردو عايشين حقيقة غلط زي الست دي ده عادي دي الطبيعة الإنسانية لكن أكتر من 80% من حالات الاعتداء والاضطهاد والكلام ده بتحصل من الرجالة التعنيف بيجي من الرجالة معظم الوقت الأبحاث في العالم كله بتقول كده هل فيه رجالة بيعتاد عليهم من ستاتهم فيه يا بس عموما في العالم كله دول بيتقال عليهم مرضى أي معتادي راجل ست بيتقال عليه مريض بيتقال عليه غير ساوي لكن احنا في مجتمعاتنا الإسلامية انت عايز تقارن أمبر هيرد بأمل حربي القصة اللي واجعاكم قوي فيه لأنها وجهة أكاذيب الشيوخ وورت الواقع المرير اللي بتعيش فيه المرأة المسلمة بسبب القوانين الإسلامية بسبب نظرة الإسلام لها كناقصة عقل ودين وإنها ما تقدرش تقوم بعيالها وإنها لازم تطيع جزها وإنها لازم مش عارفة إذا أمرت حد يسجد لحد الزوجة تسجد لزوجها والحديث المزعجة اللي واجعته دماغنا بيها وبوسته حياة المجتمع وأفكاره بيها الأصول في التعليم فأنا مش فاهمة يعني حدتك فرحان قوي وبتدور على أي فرصة تضرب بيها قصة واقعية حقيقية بيعيشها المجتمع المصري كل يوم كل يوم دحكتني التويتا بتاعته بس دحكتني على خيبة الأمل اللي وصل لها يعني مهزلت التفكير بتاع الشيوخ أمثاله طيب خليني أخذ المكالمة اللي معانا دي تفضل أهلا أخو زكريا من المغرب أهلا بيك سلام أهلا بيك أخوية تفضل أشكرك شكرا يا زكريا يا ربنا يخليك شكرا نشكر ربه ومع المسيح وزكا أفضل جدا أيوة هذا يدل أن الإسلام ليس هناك إسلام واتد الباء إسلام إرهاب دين إرهاب دين الشيطان ويجب أن تقرروا ذلك يعني اللي يجب أن تجاملوا الشيطان اللي يجب أن تبروها لحق القتلة نعم ما درسوه لنا في المدارس وضحقوا علينا مثالين مادة تفضل إسلامية هي مادة أكاديمية مادة إرهابية تخدر العقد ما تنكش إرهابين في المدرس هنا في المغرب يجب إزالة في التلمد والتدريس في فضاء التعليم المغربية وجيب محاسبة فضاء التعليم المغربية على ذلك يبرمجة لعقول الأطفال يعني يجب أن تجيون ويفرقون إرهابين في المدارس بتحتاج الطائلة النظام وهي تحقون على تلاميذ يجب أن تدريسيا وإذن تقرير إلى محكمة العائل ومحكمة الأمم التحيلة ومحكمة الأوروبا واللينيائيات جدا مادة أكثر إسلامية لتدرس المدارس للمغرب الجزائي والطول العربية يجب أن تدعني فكرة كويسة لكن يعني فكرة كويسة يا زكري اعمل حملة وارفع قضي لا بس يعني ربنا يرحمنا ويخليكم أنتم كعابرين على الأرض في المغرب ليكم صوت وليكم عمل وربنا بيغير ربنا بيغير بص حوالينا النهار ده في قد إيه مسلمين جمل المسيح وحياتهم اتغيرت وكمان بيغيروا اللي حواليه نشكر ربنا أنا عارفة أن أنت ليك خدمة كمان نحن نحن الآن في القرن الواحدة عشكي في ألفين وعشرين يعني يجب أن نضحك على عبو الأطفال يجب أن نعود تلك المادة التربية الإسلامية ورفع التقرير عام للمحكمة مطلعها هذا تقرير يعني نحن نعمل على القرن الواقع تقديمه للمحكمة الجنائيات وهناك نخص في تعلق إرهاب والقدم وتعلم التدرس ده حقيقي لو عندي وقت في آخر الحلقة حافصر الأمر ده كمان هناك كلام الله وبسوط كلام الله يعني والكتاب مقدسه كلام الله والكتاب في طعام في دريق المداري يعني الآن يجب رأس دعوة قرائية من طرف الأفون طيب شكرا يا زكريا ربنا يبركك وأنا مبسوطة أن أسمع منك النهاردة طيب أشكرك شكرا أشكرك يا زكريا شكرا طيب خليني أرجع الفكرة في اللي أنا قلته يعني سابقا في النقطتين اللي تكلمت فيهم ده حتلاقوا تضارب الأراء وأنه كل واحد بيتكلم من مكانه ده مش غريب أنه كل إنسان يكون عنده رأيه الخاص لكن الحقيقة مش رأيي الخاص هو رأيي ممكن يغير حياتي لو أنا استخدمت الرأي ده في تغيير حياتي الخاصة أعيش به أغير نفسي به ممكن ممكن شيخ كريمة يقول لك لأ هدي الواقع هو بيقول إنه ما سناء وسؤلاء سواء رباع وما ملكت أي منكم أهو هل رأيك متصل بالواقع بواقع حياتك بالقيم اللي أنت ماشي عليها يعني ولا لأ فأما ييجوا بقى إيه بعض الناس يبعثوا لي رسائل زي اللي هتشوفوها دي خلينا نحط السلايد عشان أشرح لكم شوية أنا ليه حبيت أتكلم أخذ الموضوع ده كمثل شوف كده السلايد هتلاقي كده عصام بيقول لي في الأول بيقول كده أيوة المحب لليهود هو معهم غصبا عن عينك هكذا قال القرآن ومن يتولهم منكم فإنه منهم أم أنت بتنكري على القرآن أيوة أنا أنكر على القرآن أحب بس أرد عليك على هوا أيوة أنا أنكر الكلام ده لأنه كلام لا يمكن يصدر من الله الله لا يميز جنس عن جنس إنسان عن إنسان لون عن لون خالد بقى بيقول لك إيه بيقول بيرد على عصام إبراهيم يا أيوة الذين أمانوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فده موافقه ده خالد بيوافق على اللي بيقوله عصام وبعدين يجي بقى صباح تقولك يا كاذبة الرسول الكريم وقفت لجنازة يهودي وقال لهم أخوكم في الإنساني طبعا ده كان رد على إحدى الحلقات اللي بنتكلم فيها على التمييز بين المسلم وغير المسلم والفصل بينهم فده بتقولي كده إن أنا كاذبة عشان بقول إنه فيه تمييز وإنه الرسول وقف ضد اليهود وإنه ميز بين اليهود والمسيحيين والمسلمين والمشركين والكلام ده كله وإنه فيه محمد كان عنده مشكلة مع اليهود مثلا دي تضارب الأراء اللي فيه منه الناس اللي فوق عصام وخالد معتمدين على أصول قرآنية لكن الست دي معتمدة على حديث أو رأيها الشخصي فخلينا نشوف الصورة اللي بعد كده ونشوف هي معتمدة على إيه حديث الحديث اللي بتقوله الست دي خليني أنا أسف عشان أنا مش شايفة فخليني أفتحه من عندي المهم يعني الحديث خلصته إنه ياريت تقرهولي عشان أنا مش عارفة أشوف أي أي بالضبط أوكي فالحديث بيقول كده إنه قالوا لمحمد إنه هو شاف جنازة فهو يقف فقالوا له دي جنازة يهودي فقال لهم طيب إذا شفتوا جنازة فقفوا أوكي لحد دلوقتي ده حديث موجودة هو ومن قامة حديث فيه من قامة لجنازة اليهودي هل ده قائم ولا منسوخ الواقع بيقول إنه الحديث ده منسوخ لإنه ربنا قال إنه لا تولوا اليهود ولا النصارى والكلام ده كله ففيه واحدة هنا بتقول لنا ده الرسول وقف لجنازة اليهودي وفيه قصص بتقول لنا إنه الرسول راح سأل على مش عارف مين يهودي أيوة كان فيه وقت ده حصل فيه كده لكن مش ده مش ده الخلاصة مش ده اللي محمد قرره في الآخر خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده هل حديث وقوف النبي لجنازة يهودي نسخ أم لا؟ يرى عدد من العلماء نسخ ذلك بقول رسول بقول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قام وجلس أو إن النبي قام وجلس يعني آخر العهد من رسول الله إنه لم يأمر بالقيام للجنازة بل جلس ويمر عليه فهذا نسخ عند الجمهور من العلماء ده نسخ عند الجمهور من العلماء هو أمو بعد أن رح يعد فده الواقع هو بيقول لك لا هو كده إحنا عند الجمهور ما نقفش الجنازة اليهودي طب ما أنت عندك الحديث بتاع أنه لما اليهود سلموا عليه فقال له ما السقم عليك مش كده؟ هو ما قالش ما سلمش عليهم ما فيه الحديث اللي بتتكلم على أنك ما تسلمش على ما تبدأهمش بالسلام لأنك ما تقدرش تتمنى لهم حاجة كويسة لازم نواجه الواقع يعني يعني مش لأنك أنت مختار أنك تقف عند الحديث ده وعايز تقول لنا أنه الحديث ده كويس يبقى الحديث كويس لا أو الحديث ماشي عليك يعني لا الواقع أنه الحديث ده منسوخ وأصبح هنا بقى الحديث ده نسخ الكلام ده اتنسخ وأصبح كره اليهود من السوابت بقاية قرآنية تثبت كرهية اليهود وموضوع الولاء والبراء إذا كان اليهود أو المسيحيين أو وهكذا لأن في أصل في الإسلام كرهية محمد لليهود ورست المسلمين كلهم كرهية اليهود إحنا كنا بنتكلم على شيرينة عقلة اللي كانت وقفة بالدافع عن الفلسطينيين ضد اليهود بس عشان هي مسيحية فأنتم مش عايز تتعحموا عليها هما الاتنين في نفس المستوى فعايزة أقول لكم من أحد الأسباب اللي بتورينا إنه محمد كان بيكره اليهود لأنهم كاشفينه ولأنهم عارفين يعني الأنبياء مكانهم فين في الكتاب المقدس وبيعملوا إيه وجايين مين بيجوا من أي نسل يعني محمد ملوش علاقة بالنبوة في الكتاب المقدس خالص فكانوا بيروحوا يسألوا أسئلة فتحرقوا الأسئلة وكان هو بيحارب علشان خاطر يآمن بي اليهود وفي حديث بيتكلم عن إنه لو آمن بي عشرة يهود فقط الشعب الإسرائيل كله يجيله لكن لم يؤمنوا بي لأنهم كانوا عارفين إنه نبي كاذب فطبعا كان لازم يبقى عنده مشكلة مع اليهود وطبعا كان لازم يعادل يهود من هنا عايز أقول لكم إنه المسألة اللخبطة اللي بين رأيك ولا ده في أصول الدين يمكن أنت وانت رأيك أفضل كتير من رأي إلهك في الحياة اللي لازم تعيشها وأنا بلاقي كده أن المسلمين عندهم أخلاق أحسن من الأخلاق المعطال يوم في القرآن وفي الحديث بالتأكيد هناك الكثيرين اللي أخلاقهم أفضل من أخلاق محمد لأنهم ما يقدروش يعملوا الحاجات اللي عملها محمد فلازم نواجه بقى نفسنا في الواقع أنا بقول كلام يعني يخليني أعيش بحياة حياة مستقيمة مع الله من القلب على حسب كلام القرآن ما تقدرش ما تقدرش ما عندكش هذه المعطيات خليني أخد مكالمة معنا الأخت في ريال أهلاً في ريال إزايك حبيبتي أهلاً بيشي نشكر للرب أنا بخير إن شاء الله تكونيني بخير أختي أماني قبل كل شي أنا أصلي من كل قلبي إنه كل البرامج اللي تقدميها في المرأة المسلمة تكون سبب بركة للأخوة المسلمين وخاصة المرأة المسلمة أمين اللي دائماً تدات عين عنها بحق أصلي هذا تكون سبب بركة ويتحررون من هذا الدين الذكوري شكراً باسم يسوح يعني الله هو خلق لآدم حواء واحدة والقرآن حلل تعدد الزوجات إذن إله الإسلام وإلهنا ليس واحد أبداً مستحيل الإسلام هو دين ذكوري وإله الإسلام هو ظالم وغير عادل طيب الشيخ لما انطلع قال إنه المرأة تشجع زوجها على الزواج من امرأة ثانية يعني هل المرأة هذه يعني ما أعتقد إلا اللهم يمكن تكون مختلة عقلياً لأن يستحيل على المرأة تقبل أن زوجها يشارك امرأة أخرى يتزوج امرأة أخرى لكن هو هذا دين ذكوري طيب أنا أناشد الرجل أن يساعد أيضاً امرأته بالزواج من رجل ثاني إذا كان مريض أو لا يستطيع أن يقوم بواجباته الزوجية لأن المرأة نفس الشيء مثل الرجل إلها مشاعرها وإلها حاسيتها وإلها غريزتها ده صحيح يعني بس هو الإسلام بيشوف الست بعدسة مختلفة إنسانياً خالص يعني العدسة اللي بيشوف بها الإسلام المرأة مش بس نقصان لكن يعني بينزلها في درجة لأقل كثيراً من أنها تكون إنسانة إنسان خلق ربنا سؤلاً أخوة أماني إذن لا يقولون إنه الإسلام كرم المرأة بالعكس ينظر إليها نظرة دونية لحتى محمد شبه بالكلب والحمار ونجسة والكل يكسرون الصلاة يعني الرب يرحمهم ونصلي من أجلهم إنه يعرفون الرب يسوع المسيح يعرفون الحق والحق يحررهم من هذا الدين الذكوري الشيطاني كبراً أختي أماني والربي باركي شكراً كالترخيك يا فريال ربنا معيك يا حبيبتي يعني حقيقي في الآخر حنلاقي إنه في تقليم من قيمة المرأة كإنسان يعني ما منفعش إنك تقولي إنك ممكن تشوف الست بصورة مساوية للراجل من ناحية الإسلام على حسب طيب خليني أنتقل لنقطة الآية الكتابية اللي أنا أو الآية الكتابية اللي أنا عايزة أحطها أمامكم النهاردة في قصة المرأة الكنعانية يعني كويس إنه الأخت فريال دخلتنا في موضوع إنه محمد قال إنه المرأة بتقطع الصلاة كالكلب والحمار وكلام ده وإنه شبه المرأة بالكلب عشان إحنا ما بنقولهم كده فبيقولون المسيح قال لها أنت يقل من الكلاب الحقيقة مش ده الواقع وقصص الكتاب المقدس لا تقرأ كده يعني لازم فيه خلفيات كتابية زي ما أنتوا بتقولون أسباب نزول إحنا ما عندناش أسباب نزول إحنا عندنا أسباب فعل وأسباب للأحداث اللي بتحصل دي نفهمها إزاي نعرف مين اللي بيتكلم نعرف مغزى القصة مغزى القصة هنا إن الله كان بيورينا نقطة هامة جدا إن الباب مفتوح للجميع دي نمرة واحد وإنه الإيمان الخالص الصادق يعني ربنا بيقبل هذا الإيمان بفرح وبيظهر هذا الإيمان في حال في حياة الناس وإنه المرأة الكنعانية دي اللي الناس بتقول إنه المسيح تكلم معها بصورة وحشة وكلام من ده بالعكس هذه المرأة تذكر كلما ذكر الكتاب المقدس وهذه القصة تذكر كلما قرأنا الكتاب المقدس وهذه القصة هي قصة شفاء بس هي أيضا قصة تظهر يعني إنسانية الإنسان اللي ربنا عايز يغيرها بقى فينا خليني أرى لكم الآيات بتاعت القصة المرأة الكنعانية وبعدين نخدها كده نقطة نقطة فيه 3-4 نقطة كده حب أننا أفتحها أمام الرب ونصلي مع بعض في إنه ربنا يكشف ليكم معاني أعمق في هذه القصة في متى 15 بيقول كده وإذا امرأة كان عنية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه ارحمني يا سيد ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني فأجاب ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الذي يسقط من مائدة أربابها حينئذ قال لها يسوع يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها في تلك الساعة المرأة الكنعانية دي إيه قصتها؟ هي في متة الكتاب يعرف على أنها كانعانية الكنعانيين دول كانوا ناس من وثنيين لكن في حاجة تانية الكنعانيين كان معروف عنهم أنهم من جنسيات متعددة فواضح أن الست دي المسيح راح المنطقة دي اللي فيها كانعانيين وناس من جنسيات متعددة ودخل الكتاب بيقول لنا أنه هو دخل بيت مش بيت يهودي أو بيت حد عام يعني وأنه الست الكنعانية دي يعني بتتكلم اللغة الجريك لا هي اليونانية لا هي من أصل يهودي ولا هي تعرف الإله الحقيقي المفروض يعني من جنسها كده أنهما ما بيعبدوش الإله الحقيقي لكن بيعبدو أوثان ولا هي من البلد يعني اللي هما فيها هي غريبة هي غريبة فالمسيح كان لسه جاي في الأول في بداية الإصحاح دي حاجة لفتت نظري أحب أن أنا أشاركها معكم في الأول المسيح كان في بداية إصحاح 11 بيتكلم مع الكتبة والفرسيين اللي من أرشاليم بيقولوله كده ليه تلاميذك بيتعدوا تقليد الشيوخ فهم لا بيخسلوا قديهم قبل ما ياكلوا ولا وساعات بياكلوا في السبت وحاجات زي كده بيعترضوا على أنهم التلاميذ مش ملتزمين بالتقليد فالمسيح رد عليهم رد لفت نظري جدا وأنتم أيضا لماذا تتعدون وسيط الله بسبب تقليدكم فإن الله أوسق إلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما ولو فليمت موتا وأما أنتم فتقولون من قال لأبي أو أمه قربان وهو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أبا وأمه فقد أبطلتم وسيط الله بتقليدكم فالمسيح بيقول لهم أنتم تركتم قلب الله الحقيقي اللي بيتكلم عن أنك تكرم أبوك وأمك بما إلى ما لا نهاية مثلا يعني خدهم مثلا وإنتوا خدتوا ده وعملتوا تقليد تقول لأبوك وأمك كذا بالحرف فتبقى كذا فخدت من القلب يعني نزلت القيمة من المحبة القلبية الحقيقية اللي تنتج عمل محبة وخدمة حقيقية إلى تقليد باللسان فقط فأنتم اللي لازم تفكروا فأنتم بتعرفوا ربنا إزاي يعني في الآخر كده وخرج المسيح من عند الكتبة والفرسيين اللي هم يعني المفروض حفظت الدين والإيمان في هذا الوقت ودخل إلى البلد الغريبة دي وفي البلد الغريبة دي بيقابل المرأة الكنعانية وبيتعامل معاها بصورة إنسانية مباشرة كيه فالكتاب بيقول إنها كانت بتصرخ بتصرخ له بتقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود الست دي كلمت المسيح نادت له بيا ابن داود ويا ابن داود دي تعني إنها تعرف إنه دا المخلص هي كانت عارفة هو مين ربنا فتح لها عينيها إنها تشوف هو مين فنادته بهو مين ليها المخلص لكن كان هو كان مع الكتبة والفرسيين اللي هم شعبه شعب إسرائيل ما كانوش عارفينه وكانوا بيتكلموا في التقليد وتلاميذك وكده وحتت يعني الجملة بتاعت إنها كانت بتصرخ إليه في اللغة الأصلية في اليوناني صرخة الست دي يعني كانت حاجة جاية من من قلبها جدا والمسيح بيقول كتاب كده فلم يجيبها بكلمة أنا عايزة أقف هنا وأقول حاجة إنه أحيانا بنكون قاعدين أمام الله بنصرخ من كل القلب وبنبقى متقلمين وحاسين إنه ربنا مش سمعنا لكن صمت الله لا يعني عدم تعاطفه وانتظار الله للخطوة اللي جاية ده لا يعني إنه لم يستجب بالعكس في ناس حوالينا بيبقى ليها أدوار علشان الصورة تكتمل لكن الله لا يصمت عن ألمك أبدا ولا يصمت عن ألمك أبدا ولا ينظر إليك بصورة على إنك أقل الست دي على شفى إنها تغير المسيح يستخدمها في إنها تغير المفهوم لفتح الباب لبقيت الناس كلهم اللي المسيح فتح لهم الباب إنه هما يكونوا جزء من الحياة معا فبيقول المسيح في لما يجيبها بكلمة فهنا بقى يجي دور التلاميذ فيقولوله إيه في تقدم تلاميذ وطلبوا إليه اصرفها لأنها تصيح وراءنا دول التلاميذ اللي المفروض إنه هما حيروحوا علشان يفتنوا المسكونة بما عرفوا عن المسيح كان لسه نائس جواهم حاجة التعاطف مع الغير فهم إن رسالة الله للجميع مش ليك لوحدك فهم إنه الباب مفتوح للجميع وإنه التعاطف حتى يعني دول سمعوا قصة السامري الصالح مش كده مش تلاميذ سمعوا قصة السامري الصالح ما شافوهوش بيتعامل مع ناس بتعاطف ومحبة لكن ده لم يغير قلوبهم الحتة دي وقفتني أنا كخدمة ساعات أقول له ربي ده تركيزي ده تركيزي وساعات يروح مني إني أستجيب لحد في احتياج لإني مشغولة في حاجة تانية كلنا كخدام الله يجب إننا نواجه إنفسنا في هذا الأمر والله يمكن الأسبوع ده في حياتي وراني حاجة زي كده فلازم ننتبه إنت ماشي حسب راحتك أنت فكرة كنت ولا حسب قيادة الله اللي ربنا بيحطهم في طريقك علشان تساعدهم المسيح كان صامت صمت لكن كان بيفتح الباب لل الأمور العظيمة اللي هتأتي بعد كده فالمسيح بيقول بعد كده فأجاب لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فالمسيحنا بيقول لها أنا رسالتي لخراف بيت إسرائيل أولا لأنه دي فعلا الرسالة هو جاي علشان خراف بيت إسرائيل لكن ما كانتش هي دي بس الرسالة فبتقول له فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني يا رب سعيدني فأجاب فأجاب وقال ليس حسن أن يؤغز خبز البنين ويطرح للكلاب هنا الحتة اللي الناس بتعترض عليها الكلمة الأصلية في حتة الكلاب دي على أنهم يعني كلاب بيهات صغيرة حيوانات أليفة يعني اللي بيتقال عليهم بتتحط في البيت ما عرفش باتس دي اللي هي الحيوانات اللي بنربيها في البيت زي ما تربي قطة زي ما تربي كلب الحيوانات الأليفة اللي بتكون جزء من البيت بس ساعات الحيوانات دي بتعيش برا البيت للأسف إننا كناس لازم نعرف إنه إحنا برا الحياة مع المسيح قيمتنا يعني بتضيع القيمة اللي ادهالك الله كإنسان اللي لم تعرف الحياة الحقيقية مع الله إمتك بتضيع وحياتك بتضيع واستخدام الله إرادة الله في استخدامك ممكن تضيع فالمسيح قال لها يعني طيب أنا لازم أأكل لا يحسن إن أخد خبز البنين وأعطيه للكلاب فأنا لازم أأكل البنين الأول اللي هما شعب إسرائيل فقالت له يا سيد حتى شعب الكلاب ليها نصيب في الفتات الإنسان وإنهم وإنهم هيعودوا إلى معاية الله من خلال المخلص لكن أنا موجود ولم يعرفوني وأنا النهاردة بفتح الطريق للكل فأصبح مش بس اليهود ولكن أيضا الأمميين اللي متمثلين في المرأة الكنعانية اللي أصلها بيقول إنها من أمم كثيرة ما كانوش جنس واحد فتفتح لك الباب وتفتح لي الباب إن يكون لي نصيب في محبة الله الأبدية النهاردة المسيح بيقول لك لو أنت حاسس إنك ما تستهلش لكن عارف إنك قلبك محتاجه هو بيقول لك أنت تستهل محبتي وإنه لو أنت شعر إن الله صمت عن معنتك أو لم يسرع إليك فده كذب من الشيطان لأن الله معاك دائما بيقول لك أنا لا أتركك أبدا إلى انقضاء الظهر أنا معاك دائما لكن ساعات أنتظر علشان عينيك تتلاقى مع عيني وأقول لك عظيم هو إيمانك قادي الشفاء اللي لقلبك وللبيتك وللحياتك الروحية واللي رجعك لحضني مقدم ليك بصلني أن النهار ده قصة الست دي الغريبة المكسورة اللي بنتها مريضة باستخدام الشيطان تكون سبب 였 Villاء لإنك تعرفي أن ليك قيمة كهذه المرأة الغريبة في عينينا الله العابرين الموجودين في العالم كله ساعات على فكرة الكنيسة بتنظر لنا على اننا يعني الناس اللي يقولك لنا اخوة من حزائر اخرى من الحزيرة الاخرى اه احنا من الحزيرة الاخرى احنا كنا خارج الحزيرة والمسيح بنفسه هو اللي فتح الباب فاصبحنا داخل الحزيرة من خلاله هو فاصبح المسيح يقولك ويقولي انه ما بقاش لا يهودي ولا يوناني لا واحدة مولودة مسيحية ولا واحدة مولودة مسلمة اللي اتنين في المسيح واحد لا يهودي ولا يوناني لا حر ولا عبد لكل ابناء في المسيح وده معطى للجميع اليوم الان في هذه اللحظة لانه الله يريد لقلبك الشفاء فيكون كده زي ما قال للمرأة الكنعانية بنتك اتشافت الله بيقولك انتي شفيتي وانت شفيت بمعرفتك بي الله يستخدمكم ويعطي قلوبكم سلام ومحبة وحياة وفكر نقي معاه في نفس الاسحاح بتاع ماتة 15 ده المسيح بيتكلم عن اللي بيخرج من قلبك مش اللي بيخرج من لسانك فخلي المسيح في قلبك عشان كل اللي يخرج منك يكون للبناء وللصلاح ولمجد الله ولشفاءك وشفاء مجتمعك وإلى اللقاء في الحلقة القادمة أمين شكرا